فهذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني لم يخلطوا توحيدهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الآمن الآمن المطلق الذي ليس معه خوف أو مطلق الآمن وهو ما معه خوف فالأمن المطلق هذا لمن أخلص التوحيد نهائيا ولم يحصل منه ذنوب ولا بدع ولا محدثات أخلص التوحيد أو مطلق الأمن لمن سلم من الشرك لكن عنده ذنوب يخشى عليه من عقوبتها فلهم الأمن الأمن المطلق أو مطلق الأمن أما من ليس عنده توحيد فإنه ليس له أمن أبدا فهو في العذاب ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة